احنا على كل حال هنتكلم عن نفسنا وحنتكلم عن استمرار تحقيق الأحلام الخاصة بالأهلوية وأعضاء كمان الجمعية العمومية سواء على الناحية الفنية أو طبعا على ناحية المنشآت وغيره وحبدأ بالخبر الرائع ده بموصلة مجلس الإدارة طبعا برئيسة كابتن محمود الخطيب تحقيق الإنجازات سواء نتكلم الرياضية أو الإنشائية تحديدا وبكرة هنتكلم عن الإنشائية وحيكون افتتاح فرع التجمع الخامس خليني أوعد حضراتكم ده صرح رياضي واجتماعي فعلا فعلا مبهر بشكل كبير جدا لكل الأعضاء يعني أنت عندك كل الاحتياجات اللي أي شخص أي عضو في أي نادي بيتطلع عليها بيتمناها عندك احتياجاتك رياضية متوفرة من ملاعب تخصى طبعا الأنشطة الاجتماعية الحفلات منطقة المطاعم الفوت كورت أكثر من رائعة شينز كبيرة جدا يعني فوت شينز رائعة جدا عندك كمان فرع لأحد البنوك لتسهيل كافة منتطالبات طبعا الأعضاء ده يعني مش غريب على النادي الأهلي مش بنقول حاجات مثلا أول مرة تتم فرع من فرع النادي الأهلي ده موجود في كل الأفرع خليني أقول لحضراتكم كمان يعني هيبقى عندنا مفاجآت كتيرة جدا جدا إن شاء الله بكرة في حفل الافتتاح لكن عايزين كمان نتوجه بالشكر لسيادة اللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية اللي كان فعلا فعلا حريص جدا إن هو يعني يكون متواجد على مدار الأيام الماضية كلها مع كابت المحمود الخطيب يتفقدوا كل شيء بيشوفوا كل حاجة بتتم بنفسهم عايزين يتابعوا كل صغيرة وكل كبيرة يعني عشان يطمنوا على كافة التجهيزات بإذن الله قبل الافتتاح وهذا تاني الافتتاح اللي يليق بجماهير النادي الأهلي وبالمناسبة يليق بكل الجماهير المصرية لأن احنا رجعنا وقلنا النادي الأهلي مش حكرة على أكيد بس الأهلوية احنا عندنا أعضاء من كل النوادي ومن كل الاتجاهات فهي دي النقطة وشوفنا بنفسنا وسمعنا كان فيه إزاي يعني ناس بتنتامي لأندية أخرى وربما أندية منافسة بشكل يعني مباشر لكن هي حبا هي تكون منضمة للنادي الأهلي وهم بيتحدثوا قد إيه ده إضافة ليهم والولادهم والعائلتهم أنهم يكونوا ضمن كيان منظم ضمن كيان ناجح فده شيء أكيد بيسعدنا جدا خلينا كمان نتكلم أن النادي بيواصل استقبال الراغبين أكيد في الاشتراك في العضوية وكافة التسليلات هتكون موجودة وحيكون في أيام هيتم تحدثها طبعا لحقا عشان يتم عقد فيها اللجنة يعني طبعا برئاسة لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق أنديل هيعقدوا اجتماع في كل الأفرع من فروع النادي عشان يستقبلوا طبعا الراغبين في الاشتراك وتسليل كافة الإجراءات كمان ليهم بس خليني بس قبل ما نروح أو نسترسل يعني أقول قدي حضراتكم نبذة سريعة جدا أو بسيطة جدا عن المشاهد اللي هتكون موجودة هناك أو يعني الطفرة الرائعة اللي بيشهدها فرع التجمع أولا أنت عندك مبنى اجتماعي هيكون على مسطح ألف متر درقة مواحدة بعد كده كمان تم التصميم بتاعه على أحدث مستوى حضراتكم هتشوفوا من نفسكم إلى جانب طبعا مبنى غرف خلع الملابس ومبنى أكاديمية الكرة إضافة إلى ملاعب طبعا كورتستلة واليد والطائرة وغيره وغيره مع استخدام كمان أحدث الأرضيات المعتمدة من الاتحادات الدولية بتتكلم ملاعب على أعلى مستوى بجد مش ملاعب تقعد معاك سنة 2-3 وبعد كده تبوز وفيش حاجة اسمها كده خالص عندك ملعب نجيل صناعي للأكاديمية وكمان تم انتهاء خلييني أقول لحضراتكم من منطقة أكوا بارك ودي يمكن بقى اللي أنا عايزة أعرف تفاصيل أكتر تحديدا عنها لأن أعتقد شوية دي حاجة مختلفة